نروح بقى دلوقتي مع حضراتكم على مقر جريدة البوابة نيوز حيث توجد أو تتواجد الزميلة روزان نصر اللي حتطلعنا على أهم وآخر المنشتات والعناوين المختلفة في كافة الصحف والمواقع الرياضية روزان صباح الفل عليك تفضلي سمعينك صباح الخير يا كريم صباح الخير يا نهواند صباح الخير على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان يوم جديد فقرة صحفية جديدة من البوابة نيوز وهنبدأ فيها من موقع صاد البلد منتخب مصر الناشئي ليد يستعد للمشاركة في بطولة البحر المتوسط يستعد طبعا المنتخب الوطني لكرة اليد للناشئين موليد 2004 للمشاركة في بطولة البحر المتوسط والتي بتصطدفها العاصمة التركية أنقرة في نسختها رقم 18 خلال الفترة من 25 ل 27 فبراير 2022 ويترقص بعثة المنتخب الوطني كابتن نبيل خشبة أمين صندوق الاتحاد المصري لكرة اليد ويضم الجهاز الفني كابتن مجدي أبو المجد مدير فني وكابتن محمد عبد السلام ماريشة مدرب عام وكابتن محمد عبد المنعم مدير إداري وكابتن محي صلاح مدرب حراس مرمى ودكتور عمر عاصم أخصائي العلاج الطبيعي من موقع رياضية النصر والهلال صراع تذكرة نصف النهائي تتجه طبعا أنظار عشاق كرة القدم السعودية لمواجهة دربي الرياض التي تجمع فريق النصر الأول لكرة القدم والهلال ضمن مباريات ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين لخطف طبعا تذكرة العبور إلى نصف نهائي البطولة وتأتي أهمية المواجهة كنها طبعا فرصة للاحتفاظ بحق المنافسة على اللقب بعد ابتعدها نسبيا عن المنافسة على لقب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين وستكون المواجهة دات طابع خاص بين المدربين الأرجنطينيين وده طبعا هيخلي المواجهة بنكهة أرجنطينية كاملة من موقع شرق الأوسط يونايتد يتجاوز ليدز في مباراة متوترة ومجنونة ويؤكد استعداده لموقع أثلاتيكو مادريد الأوروبية استعد طبعا منشاستر يونايتد لموقع أثلاتيكو مادريد المرتقب في دوري أبطال أوروبا الأسبوع المقبل بفوز مجنون أربعة اثنين على ليدز يونايتد ضمن منافسات المرحلة السادسة والعشرين للدوري الإنجليزي لكرة القدم ليرفع طبعا منشاستر يونايتد رصيده لستة واربعين نقطة معززا مركزه الرابع متقدما بأربع نقاط عن كل من ويستهام يونايتد الخامس وأرسنال السادس وأخيرا من موقع اليوم السابع كريم بنزيمة الأكثر مساهمة بالأهداف في البيج فايف بـ 27 هدف ينفرد طبعا الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم ريال مادريد برقم قياسي جديد خلال منافسات الدوريات الأوروبية الكبرى البيج فايف للموسم الكروي الحالي ويعتبر طبعا بنزيمة أكثر لاعب ساهمة بشكل مباشر في تحقيق أهداف أكثر في الدوريات الخامسة الكبرى في أوروبا البيج فايف هذا الموسم حيث ساهم كريم بنزيمة في 27 هدف سجل منها 18 هدف وقام بالتسع تمريرات حاسمة دي كانت أبرز وأهم الأخبار هنا من البوابة نيوز بشكركم جدا وعود لكم وراتا أنا عايزة أسألك حاجة قبل ما نشكرك أنا وكريم يا روزان طبعا يا نهوان تفضلي أبرا أنت وحشتين جدا بجد بقالك فترة وحشتيني أكثر والله وحشتوني جدا وخليني أعرف منك بردو نستفيد بوجودك يا روزان تقول لنا الأجواء عندك بردو يعني المرورية وانت رايحة وانت منتنقلة دلوقتي إيه لأن إحنا لما بنزل الصبح بيبقى التكدس الطبيعي بتاع المدارس والأعمال يعني لكن أنت دلوقتي الوضع إيه وبردو لو تطلعين على التقس أخباره إيه يعني أنا أعتقد أن شوية فيه حر ولا الكلام ده مش مظبوط دي حقيقة يا نهواند وانت عارفة أنت بتكره السيف يعني بشكل كبير يعني أنت بتحبي الشيطة جدا النهاردة فعلا يعني درجة الحرارة معتدلة جدا خلينا أقول لك أن ممكن تكون يعني درجة ما بين مثلا عشرين مثلا درجة أنا ما شفتش الحقيقة بس أعتقد يعني فدرجة كويسة يعني أنا وانا جاية كان الطريق إلى حد ما ممكن يبقى فيه تزاحم شوية يعني من ناحية الدقي كده أعتقد أن كان فيه شوية تزاحم بس بشكل عام أنا شايفة أن فيه دلوقتي سهولة في الطريق يعني سهولة مرورية كبيرة كويس جدا جميل نحن نشكر جزيل الشكر زمالتنا العزيزة روزان نصر على هذه التغطية الصحفية والجوية والبرورية من المراسلين الجمال عندنا فعلا ترجمة نانسي قنقر